السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة دي هنتكلم ان شاء الله عن موضوع مهم جدا وخطير في نفس الوقت وهو الهروب من السودان وهنتكلم كمان عن بعض القصص المأساوية مش عايز دايما أسبق الأحداث أو أقدم صورة سودة للسيناريوهات المتوقعة في السودان ربنا يحفظ أهلها من كل شر وسوق لكن المعطيات الموجودة على الأرض بالفعل هناك بتفكرنا بأمور حصل زيها بالضبط في دول تانية وقعت في مشاكل شبيهة باللي بيحصل في السودان بعد ما كان الدول آمنة عايشة في سلام فما بالك بقى بدولة بقالها أكتر من 30 أو 40 سنة دواعي الانفصال والتفتت فيها أصبحت أكتر من دواعي الوحدة بسبب الخلافات السياسية والقبلية اللي موجودة فيها السودان حاليا ممزقة من الداخل وكل فصيل فيها عنده اللي بيدعم توجهاته من الخارج مش من أجل مصلحة السودان ولا حاجة لكن من أجل مصالحهم هم فقط ودي الحقيقة كل طرف عنده رغبة أن يكون له مندوب داخل السودان عايز يوصله لأعلى نقطة علشان يحقق أعلى المكاسب من خلالها وبالطبع كرسي الحكم والهيمنة على الجيش ده أكبر الأهداف لذلك على سبيل المثال قوات الدعم السريع تلاقيها متبينة وممكن تلاقي بينهم خلافات كتيرة في مواضيع تانية لكن يجمعهم الحرص على احتواء الفصيل ده علشان يبقى بتاعه ومندوب عنه في السودان وبالتالي أي مكسب ليه هيكون شريك فيه يقدر يوجهه زي ما هو عايز خلونا بقى نرجع للمشكلة الخطيرة وهي أهل السودان الناس المعروف عنهم الطيبة والهدوء ودي الحقيقة السمى الغالبة للشعب السوداني طبعا لكن ما يمنعش أن الظروف السياسية اللي مرت بها البلاد خلال العقود الطويلة اللي فاتت كونت فصائل من أهل الشر اللي استخدمهم النظام السابق نظام عمر البشير طبعا في تصفيت حساباته المحلية أو الدولية غير طبعا دعم وإيواء قيادات الجماعات المسلحة والإرهابية وده من ضمن المشاكل بالغة الخطورة والحساسة في إقليم بيحاول يتخلص من هذه الجماعات سواء في قلب إفريقيا كاتشاد والنيجر ونيجيريا وليبيا ومصر اللي يدوب من شهرين بس أعلنت خلو وسينة من الإرهاب وبتبدأ تشوف مصالحها التنموية السودان كانت ومزالت بسبب الظروف دي معبر ومستقر للجماعات المسلحة اللي بيتم تصدرها لدول الجوار عبر الحدود الرخوة اللي فيه أجزاء منها بتقع تحت إيد القبائل أو الفصائل المسلحة في ظل الضعف العام اللي أصاب مؤسسات الدولة والجماعات دايما بيكون عينيها على المناطق الرخوة النتيجة عن ضعف الأنظمة أو انشغالها في صراعات داخلية أو مع فصائل أخرى بتنفسها على الاستلاء على السلطة في الوضع الخطير داي اخوانا وداخل القصف المستمر اللي شغال حاليا داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن الرئيسية شعرت كل دول العالم بالخوف على رعاياها في السودان وبدأت الحقيقة موجة هائلة من النزوح أو محاولة إجلاء الرعاية الأجانب من هناك كل دولة خايفة على أولادها خاصة أن السلاح ما بقاش يفرق بين سوداني وأجنبي وطال الأجانب هناك يعني أول مبارح مثلا حصل استهداف لمجموعة فرنسيين أدى لإصابة واحد فيهم إجلاء الأجانب بيوزيه مشكلة تانية لسه بنعاني منها وهي النزوح الجماعي أو اللجوء السياسي لدول الجوار أو غيرها وكذلك زيادة الهجرة غير الشرعية لدول في الأساس لا ترحم اللاجئين غير طبعا ظروف الهجرة واللجوء غير الإنسانية اللي بيعاني منها الشعوب اللي بتتعرض للأزمات السياسية اللي من النوع ده النزوح في السودان ليه حاليا شكلين الشكل الأول هو النزوح الداخلي من العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية لمناطق أكتر أمنا نتيجة انعدام أي نوع من وسائل المعيشة الأدمية طبعا ده وسط انقطاع الطيار الكهربائي بصورة كاملة رغم إنه ما كانش أحسن حاجة يعني قبل كده ولكنه كان متاح سكان المدينة اللي بتشهد الاشتباكات اضطروا لترك منازلهم للمجهول نجاتا بأنفسهم وأبنائهم من الجوع والخوف من الموت المحقق اللي بيحيط بيهم من كل اتجاه في كل لحظة لكن بيواجهوا مشاكل عديدة هي إن طريق الهروب محفوف بالمخاطر الأمنية يعني لو قدروا يهربوا من القصف والاشتباكات مش هيقدروا يهربوا من الكمائن المنصوبة في كل مكان ومش عارفين الكمائن دي تبع أي فصيل فرغم إن العالم الإسلامي بيحتفل اليومين دول بعيد الفطر المبارك إلا إن أهل السودان مر عليهم العدة وهم بيموتوا من الجوع والعطش وانعدام الأمن سكان العاصمة الخرطوم لجوا لأقرب المناطق الأمنة بالنسبة لهم وللأسف بتبعد عنها مسافات طويلة جدا زي مثلا بلدة الكاملين الصغيرة اللي بتقع على طريق ود مدني اللي بتبعد عن العاصمة حوالي 200 كيلو متر وتحول سكن الطلاب فيها لمركز لاستقبال النازحين والفرين من الاشتباكات رغبة في الحماية والأمن لكن في وسط السودة كله بتلاقي حاجة جميلة مش غريبة الحقيقة على الشعب السوداني كتير من البيوت فتحت أبوابها للنازحين اللي الحياة لا يملكون تمن حتى تذكرة الصفر وتقاسموا معهم اللقمة ومع مأسوية المشهد إلا إن النزوح الداخلي يبقى أقل خطورة بكتير عن النزوح للخارج خاصة لدول الجوار اللي بتشهد صراعات داخلية بدورها زي ليبيا وتشاد يوم اللاربع اللي فات وزارة الدفاع التشادية أعلنت توقيف مئات الجنود السودانيين ونزع أسلحتهم بعد دخولهم الأراضي التشادية ووزير الدفاع التشادي الجنرال داود يايا إبراهيم عقد مؤتمر صحفي علشان الأوضاع في السودان وقال إن العسكريين السودانيين اللي دخلوا تشاد تم نزع سلاحهم جميعاً وتم إواقهم العدد اللي وصل تشاد مش قليل فوفقاً مثلاً لكلام وزير الدفاع التشادي إن الجنود اللي سلموا أنفسهم للقوات التشادية 320 عنصر من القوات المسلحة السودانية من درك وشرطة وجيش وإنهم أكدوا خلال التحقيقات معهم إنهم فروا لتشاد خشية أن يقتلوا في الاشتباكات وبعدها بيومين أعلنت السلطات التشادية إنها أغلقت حدودها مع السودان ودعت للهدوء بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دول الجوار بدأت تاخد إجراءات ممثلة للي عملته تشاد زي مثلاً ليبيا اللي شددت إجراءاتها الأمنية في الجنوب وفي منطقة الكفرة على وجه الخصوص تحسباً لأي عمليات نزوح عبر الحدود فالحقيقة يعني ليبيا مش نقصة لأنها مازالت بتعاني من المتسللين لأراضيها عن طريق السودان من الجماعات المسلحة وغيرهم وفي تحذيرات أممية من عمليات نزوح جماعي من السودان للخارج لأن السودان في الأساس تعتبر من أكتر البلدان اللي بتعاني من ظاهرة النزوح والهجرة غير الشرعية واللي وصلت قبل سقوط نظام البشير لملايين النازحين والفرين للخارج بسبب الأوضاع السياسية اللي زادت بالطبع خلال السنتين الأخرتين وفيه كمان دراسات وأبحاث أكاديمية رصدت الظاهرة دي بصورة تفصيلية واعتبرت أن انعدام الأمن والنزاعات المسلحة وقلت وسائل العيش من أهم أسباب الهجرة القصرية من البلاد إضافة إلى الهجرة الناتجة عن الظروف الطبيعية والبيئية المتمثلة في الجفاف والتصحر وكل الظروف دي مجتمعة حاليا في السودان يعني حاليا تقدر تقول أن السودان منعدم فيها الأمن الشعب السوداني عايش في خوف الشعب السوداني لا يعلم مصيره هيكون بكرة وفي كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السودان وأن ينجي هذا البلد من الفتن وأن يحفظ أهله وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة